أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ الكرار بمجلس الوزراء تقرير الوكالة الدولية للطاقة بشأن ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وقام المركز برصد متابعة تقرير وكالة فيتش بشأن يهمية قضايا الطاقة في سلم أولويات الشراكة بين الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي كما صلت التقرير الضوء على العديد من المشروعات التي تنفذها مصر وتشرع في تنفيذها في مجال الهيدروجين الأخضر ترجمة نانسي قنقر